إننا نطالب وندعو بل ونعمل إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كشف عمق الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني هذا ما جاء في بيان الحركة الذي قال أن القرار يعطي غطاء لقوات الاحتلال باستهداف قادة الشعب الفلسطيني وأنه لن يثني الحركة عن خيار المقاومة لطرد الاحتلال الصهيوني حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وصفت القرار الأمريكي بالظالم والانحيازي لكيان الاحتلال وجاء في بيان للحركة أن القرار خدمة للسياسة الصهيونية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني وقادته وأن مثل هذه القرارات لا يمكن على الإطلاق أن تسهم في تحقيق أي فائدة للسياسة الأمريكية وأنها ستحظى فقط بمباركة سلطات الاحتلال منظمة التحرير الفلسطينية استنكرت بدورها القرار على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عرقات ودعت إلى أزالة أسباب الانقسام الداخلي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة المخططات الهادفة لتصفيته محللون ومراقبون للأحداث اعتبروا القرار الأمريكي بإدراج واشنطن إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب محاولة لتضييق الخناق على قطع غزة وإكمال الحصار عليه وكذلك على حماس وترهيب من يتعامل معها أو يدعم القطاع عمليا كما سيزيد القرار الأزمة الاقتصادية في قطع غزة فالكثير من الجمعيات الإنسانية تعتبر محسوبة على حماس وتتلقى أموالا لدعم الفقراء آخرون رأوا أن القرار لا يستهدف إسماعيل هنية بشكل شخصي بل يستهدف المقاومة الفلسطينية وأنه تكملة لمشروع ترامب بتصفية القضية الفلسطينية ومحاربة المقاومة المشروعة ضد المحتل الصهيوني لفلسطين شكرا